السلام عليكم العلاقة الجنسية من الأمور التي تدعم العلاقة بين الزوجين وحتى تدوم الممارسة الحميمة لفترة أطول يجب اتباع بعض النصائح والإرشادات ما هي العوامل المؤثرة على مدة الممارسة الجنسية؟ متوسط وقت عملية الإلاج يكون من أربع إلى تسع دقائق ولكن إجمال الممارسة من بداية المداعبة وحتى القصف يمكن أن يصل إلى ساعة إلا ربع هناك بعض العوامل التي تؤثر على المدة التي تستغرقها العلاقة بين الزوجين واحد الإصابة بأمراض العضو الزكري مثل ضعف الانتصاب والتهاب البرستاتة والتي تؤدي إلى سرعة القزف صحة الزوج حتى وإن كان عمره صغيراً فقد تكون صحته ضعيفة نتيجة التدخين والإجهاد الزهني والعقلي مما يسبب له سرعة القزف عمر الزوج حيث أن صغر سن الزوج يساهم في مدة الجماع فكلما كان صغيراً في السن كلما كانت صحته الجنسية أفضل ويستغرق وقت أطول في الممارسة الحميمة كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء